اشتركوا في القناة الشيعي بأن يستدل على الإمامة من القرآن وليس من الأحاديث ما رأيكم بهذا الشيء أن يقولون أن هذه الطريقة كأن فيها تطويل وليس واضح أول شيء لابد أن ألتفت إلى شيء هذه الطريقة من الإشكال هي نفس طريقة طبعا ما أقصد الأشخاص طريقة هي نفس طريقة المشركين في الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله في النبوة حتى أقرب لك الصورة بعدين أوضح النقطة أقرب لك الصورة الآن مثلا المشركون كانوا يقولون ليش ما عنده مثل لو لا أتيه ليش ما يؤتى مثل ما أتيه رسول الله ليش ما وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة وذكروا لشروط مجموعة أمور النبي صلى الله عليه وآله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول أو قل إنما الآيات عند الله مو شغلي أنا أعيب لكم الآية اللي تقترحونها ملاحظ كان في جو من المطالبة بالمعاجز المقترحة هذه الطريقة طريقة المشركين أو طريقة التعامل هذه الطريقة عادة يستعملها المبطل عندما تضيق به الحجج ليش؟ لأن أموة ما يروح يواجه الحجة مباشرة وإنما يقول أنا أريد أن تستدل على كلامك بما أنا أتوقعه بما أنا أتوقعه يعني أنا أتوقع أن يكون بما أن الإمامة من أصول الدين إذن أنا أتوقع أن يكون إثبات الإمامة مثل التوحيد في القرآن مثل التوحيد مثل النبوة قل هذا اختراح من عندك هذا اختراح من عندك هذا ليس الحق والباطل لا يدور مدار اختراحك تمام الكلام كله أن الدليل تطويل كان أو قصير أو أو تام أو متام لا تروح لي هنا وهناك حتى أعطيك مثال نعرف لا لو نفترض واحد ملحد جالي هؤلاء قال أثبتوا لي الإسلام معجزة أبي معجزة شنو رح يقولوا لي القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله الأساسي قلك أما أعرف عربي أثبت لي شنو رح يقدمون له رح يقولوله العرب رح يفصلوله يقولوله يقولون على مقدمات مقدمات أن يقول لك أولا النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة احتج بالقرآن طالب العرب العرب متخصصون في البلعقة العرب عجزوا وانتقلوا إلى الحروب ونحو ذلك إذن لابد من وجود شنو أمر خارق للعادة حصل هو رح يقول لك ومنه قال أن النبي ادعى ومنه قال أن القرآن صح بعدين يقول شلون الإسلام يطالبنا بالدين وتكون مقدماتها تحتاج تفصيل إحنا شلون نثق بالتاريخ الذي كتبه المنتصر إذا يجاوب كل الشبهات رح يبسط رح تضطر لازم مع أن مسألة النبوة يعني أبي أقول نوح أبي أقول أن هذا النمط من التفكير أنا أطالب أي مسلم يطرح السؤال أقول له أثبت لي النبوة لسيخي أنا أنتظرك أثبت لي النبوة لهندوسي نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وهندوسي ما يعرف التفاصيل جايك الحين ما يعرف عربي ما يعرف شيء إيه يقول لك أكثر من هذا أثبت لي هذا الأمر لشخص في لغة اللي حين ما ترجم القرآن دعنا نكون واقعيين دعنا نكون واقعيين في هذا الشيء بالإضافة فأنا أشوف أصل المنهجية هذه منهجية الاقتراح في الاستدلال هي منهجية ظالة منهجية ظالة نعم إذا ثبت عندك قاعدة بنص أو عقل أن الاستدلال يجب أن يكون بهذه الطريقة معك حكم ما خالف تقول أننا عندنا ثبت بالدليل أن الاستدلال يجب أن يكون بهذه الكيفية أنا هذا اللي كنت بقوله أنه قد واحد يقول أن أصول الدين إذا كانت الإمام من أصول الدين من شأنها أنها تكون دلتها واضحة من شأنها أن تكون يعني الدليل عليها مثلا بالقرآن بالنص إيك ما يرتب عليك مقدمات أولى ثانية ثالثة بعدين نتيجة شوف أنا لذلك شنو أنا نقفت عليك بالنبوة النبوة أصل الإسلام التوحيد والنبوة أصل الإسلام أنا الآن أتكلم عن إثبات النبوة جيب لي الآن إثبات للنبوة بصفحة أو نص طر أو نص صفحة تقدر الآن أنا أطالب كل من يتكلم هذا الكلام أن يثبت النبوة لشخص عاقل يعني لشخص مثلا ولا يعرف اللغة العربية والآن نريد أن نثبت له النبوة لأن الإسلام النبي صلى الله عليه ولي بوعيث الناس كافة واضح وما رسلناك إلا كافة للناس فالآن نقول لذلك أنا نقفت بالنبوة نقول لتفضل أثبت النبوة لشخص طبعا أنت عندك شبهات في أصل الإعجاز في إمكان إثبات الإعجاز في طبيعة وتفاصيل فيه ثم أنت لازم تنفي تحريف القرآن على بعض الوجوه يعني أنت بتقول غليبة الروم والكلاس بتنفي تحريف أن هذه الآية ما كتبت لاحقا أنا شدراني أنها ما كتبت لاحقا يقول لك سيرة النبي سيرة النبي أنتو كتبتوها طبعا كل الشبهات مردودة كل الشبهات مردودة لكن تحتاج بسط تحتاج بيان تحتاج تفصيل ترجمة نانسي قنقر